ضعيني في عين الحقيقة ما الذي جاء بالضبط في هذا المقترح الإسرائيلي وهل عليه التوافق من قبل الأطياف أو الأطراف الإسرائيلية إيمان أو أن الأمر فقط من جهة ويتم الاعتراض عليه من جهة أخرى إيمان تفضل يمكن الافتراض إذا ما تحدثنا عن الانقسام الكبير في ما بين أساسا الإسرائيليين يمكن بالطبع الافتراض بأن بيتسل إيل سموتريتش زعيم حزب الصهيونية الدينية بالإضافة إلى إتمار بينكفير زعيم القوة اليهودية سيرفضان أي مقترح وحتى هذه اللحظة هم من حدد طريقة تصرف بن يمين نتنياهو رئيس الوزراء الكثير هذا بات أمرا يعني معروفا تقريبا لا نقاش عليه بأن من يقود هذه الحكومة المتطرفة هما بينكفير وسموتريتش وليس نتنياهو ولكن هذا المقترح الذي تم تبلورته وصياغته من قبل طاقم المفاوضات ويبدو بأن من جاء به بالأساس هو نتسان ألون وهو من الجيش أو ممثل الجيش في طاقم المفاوضات كان قد صيغا وفقا للخطوط العريضة لمجلس الحرب الإسرائيلي تم إقرار هذه الخطوط العريضة في جلسة مجلس الحرب يوم الأربعاء الماضي تم نقاشه أيضا بعد لقاء باريس يوم السبت الماضي كان هناك أيضا جلسة لمجلس الحرب الإسرائيلي حيث تلقى إحاطة من رئيس المسادة الإسرائيلي وبعد ذلك تم صياغة هذا المقترح برؤيتين يبدو من أجل إتاحة المرونة في الطفاوض وفق القناة الثانية عشر فإن هذا هو المقترح الأكثر سخاء الذي تقدمه إسرائيل كانت نتنياهو قد قال بأنه أعطى تفويدا واسعا لطاقم المفاوضات رغم ذلك الجنرال نتسان ألون كان قد خرج بعد واحدة من جلسات مجلس الحرب الإسرائيلي قال بأنه يائس من هذه الحكومة وأن تركيبة الحكومة لا تمكن إسرائيل من التوصل إلى التوافق من أجل التوصل لإبرام صفقة هذا المقترح على الكثير من بنوده هناك رقابة لا يمكن الحديث عنها تعتبره إسرائيل يعني تهديدا لأمنها خاصة في كل ما يخص أعداد المحتجزين الإسرائيليين ولكن ما نعلمه بأنه يتضمن مرونة في أعداد الأسرى الفلسطينيين الذين تريد إسرائيل الإفراج عنهم ضمن هذه الصفقة يتضمن مرونة إسرائيلية أيضا بعد أن كان هذا الأمر خطا أحمر في الصابق هكذا قال نتنياهو بالنسبة لأعداد المحتجزين الإسرائيليين الذين سيتم الإفراج عنهم في المرحلة الأولى من هذه الصفقة وهي ما تسمى بالمرحلة الإنسانية ولكن باعتقادي بأن كل هذه الأمور والتفاصيل سواء بشأن أعداد الأسرى أو أعداد المحتجزين يمكن التغلب عليها الأمر الوحيد الباقي أو هو القضية الأساسية في لب هذا الخلاف موضع الخلاف هو عمليا وقف الحرب على قطاع غزة حماس لديها ورقة وحيدة وهي المحتجزين تستطيع التفاوض عليها من أجل وقف الحرب على قطاع غزة وبهذا تكون الثوابت الفلسطينية معروفة ومفهومة ضمن وإسرائيل لا تريد وقف هذه الحرب رغم أن العديد من التصريحات سواء لعسكريين سابقين أو لأيزنكوت ولبعض أعضاء مجلس الحرب والسياسيين أيضا يقولون بأنه حان الوقت لإنهاء هذه الحرب على قطاع غزة بعض المحللين يقولون إنهاء هذه الحرب يعني انتهاء عمر نتنياهو وعمر حكومته وبالتالي هذا الأمر يصعب على نتنياهو اتخاذ هذا القرار استفسار إيمان أولا لما هذا السخاء إن كانت تقال هذه الكلمة مترجمة من العبرية في إسرائيل لما هذا السخاء الآن هل بعد سفك الدماء بهذه الوحشية في رفح في منطقة المواصف البريكسات سفك الدماء أمام الدنيا بأسرها إيمان يعني يد في الميدان تقتل ويد في السياسة تراوغه في مسألة اتفاق أو إبرام صفقة فلما هذا السخاء في هذا الوقت إيمان كذلك حسبما قرأت أن المدعية العامة في إسرائيل فتحت تحقيقا في مجزرة الخيام التي تمت في رفح وكأنها لا تدري ولا تجد من الدلائل ولا من النقاط التي تم توثيقها من الدنيا حتى وسائل الإعلام وثقت كل الجهات الحقوقية وثقت إيمان وكانها تبحث عن شيء مجهول يعني أطلعيني على هذه الزاوية من فضلك إيمان نعم دعني أتحدث عن السؤال الأول لماذا بين هلالين هذا السخاء الذي تتحدث عنه إسرائيل لثلاثة عوامل العامل الأول هو استمرار المظاهرات والضغوطات على مجلس الحرب الإسرائيلي على الحكومة الإسرائيلية أيضا ضغوطات داخلية على نتنياهو نحن نعلم هذا الانقسام الداخلي بالأمس كانت قد حدثت هيئة البثة الإسرائيلية بأن نتنياهو وغالنت لا يتحدثان هناك قطيع بينهما منذ أسبوعين إذن الأول عامل هو الضغط الثاني عامل هو الضغط الدولي على إسرائيل من أجل وقف هذه الحرب العامل الثالث هو أن رفح هي الورقة الأخيرة بيد إسرائيل ماذا ستفعل إسرائيل بعد انتهاء العملية العسكرية في رفح وأي ورقة ضغط سيكون لديها للضغط على حماس لذلك هناك فهم من الجانب الإسرائيلي بأن الوقت قد حان لإبرام صفقة قد تأتي بهدوء مؤقت إسرائيل لا تريد وقف الحرب هي تريد هدوء مؤقت تتحدث عما يسمى هدوء مستمر بالإنجليزية رأينا استخدام كلمة سستينبل وهو مستدام الهدوء المستدام يفهم على أنه انتهاء الحرب ولكن بالعبرية نرى مصطلح الهدوء المستمر بمعنى أن إسرائيل تعرض هدوءا طويل الأمد ربما لأشهر ولكن لا تريد الالتزام مسبقا بوقف الحرب بالنسبة لقضية التحقيقات رأينا مجازر منذ بداية هذه الحرب ومجازر ربما أكبر من هذه المجزرة قتل فيها مدنيون أبرياء وإسرائيل لم تتحدث عن هذا الأمر ولم تفتح تحقيقات ربما المثال الأبرز هو جباليا حين قتل نحو سبعين مواطنا فلسطينيا غزيا فقط من أجل اغتيال رجل واحد من حماس لم تكن إسرائيل تعير هذا الأمر اهتماما ولكن بعد المحكمتين محكمة العدل الدولية في لهاي المحكمة الجنائية إسرائيل تريد أن تظهر أمام العالم بأن لديها جهاز قضاء مستقل يحقق في كل هذه الأمور والجرائم التي تحدث في قطاع غزة رأينا بالطبع تحقيقات سابقة لا يوجد هناك محاسبة ربما آخر تحقيق جدي قامت فيه إسرائيل في مذبحة صبرة وشتيلة حين كان هناك لجنة تحقيق رسمية منعت أرييل شارون الذي كان في حينها قائد للجيش منعته من أن يكون وزيرا للجيش ولكنه بعد ذلك بالطبع صار رئيسا للوزراء ولكن تحقيقات جدية في مذابح أو في مجازر أو في قتل مدنيين أبرياء فلسطينيين لم نرى محاسبة عليها إسرائيل الآن تريد القول نحن لدينا قضاء مستقل لدينا المحكمة العليا لدينا الشرطة العسكرية تحقق في هذه الأمور بالأمس بالمناسبة كان الحديث عن تحقيق يطال أكثر من سبعين حادثة في قطاع غزة وربما النشر عن هذا الأمر أو بالتأكيد النشر عن هذا الأمر لم يأتي صدفة وإنما يأتي بعد كل هذه الانتقادات لم إسرائيل تعلم بأنها فقدت شرعيتها لاستمرار هذه الحرب على قطاع غزة واستمرار هذه المجازر وبالتالي بدأت بالحديث عن تحقيقات رسمية في أحداث مختلفة في قطاع غزة قبل قليل أيضا وصلت الأنباء بأن رئيس هيئة أركان الجيش سيفتح تحقيقا في ظروف الأسرع الفلسطينيين خاصة أولئك المعتقلين من قطاع غزة في معسكرات الاعتقال شكرا جزيلا إيمانا جبور مراصلة الغد من القدس المحتلة شكرا جزيلا إيمانا شكرا شكرا شكرا